عدي حاتم وتقريضة القادم عند قراءة الاجتماع اللي نعقد عقدة اللجنة القماسية لقرار 140 اجتماعا مع الاتحادات الرياضية وممثليات اللجنة الأولمبية وهذا الاجتماع شهد مناقشة المناهج الرياضية ومضمون هذا القرار رح يكون مع عدي حاتم نشوفها وبعد راجع لكم بعضهم يجد فيها بارقة أمل وبعضهم الآخر شكلت له صدمة وهناك من ينتظر على وفق مقولة لا تقول سمسم إلا تلهم هكذا يبدو المشهد الرياضي في ظل إجراءات الحكومة العراقية عبر تشكيل اللجنة الخماسية بقرار 140 لذا فعقد اجتماع لمناقشة وتوضيح آلية العمل كان ضروريا وهو ما جاءت به اللجنة التي طرحت ومن ثم استمعت وناقشت مع الاتحادات والممثليات الأولمبية مضمون القرار يعني هذه تجربة جديدة في البلد وأكيد سيكون هناك تحديات في البداية أن الأموال توجه بطريقة تهدف الحكومة إلى أن تكون هناك رياضة إنجاز ومستويات عالية ويجب أن يكون هناك تخطيط ويجب أن يكون هناك رؤية استراتيجية للمستقبل للأسف الشديد نحن 15 سنة مرت ننتظر الإنجاز بقدرة قادر من غير تخطيط ومن غير ما أريد أغبن حقوق الناس جميعا لا أكو ناس تخطط وتفكر لكن أيضا المتطلبات والبيئة المناسبة إلى حتى تدعمها وساعدها ما موجودة فعلا أن هذه الجولة هي جولة فارس يعني أنا أعتقد أنه سيد الوزير أوصل وأدلوها بدلوها وقال بالحرف الواحد وفق القانون الوزارة يتعد المؤسسة الأولى المسؤولة على رسم الاستراتيجيات وبالتالي تعد الرياضة الواجهة الحضارية للبلد يعز علينا أن نبتعد من أبسط البطولات القريبة في آسة 47 بلد ويؤسفني أن أتحدث وأنا أكاديمي أن نحتل نحن الربع الأخير من هذه البلدان بالتالي يجب أن تكون هناك وقفة جادة وهي رسالة كل غير من اتحاداتنا الرياضية أن ينسجم ويتفاعل مع هذا القرار لأنه الحق رياضتنا والحقها من الحيف الكبير هناك من يرى أن الحفاظ على المال العام واعتماد استراتيجية صرف معقولة تضع الدينار في مكانها الصحيح أمر لا بد منه لكن يشكل ذلك أيضا نوعا من التذمر لدى بعض الاتحادات إذ تعطلت أعمالها ونشاطاتها للإفتقار للأموال كل القائمين على هذا المؤتمر ونشكر الدولة العراقية لإقامة هذه المؤتمرات تفتح الأفاق جميع الإعلام والوسط الرياضي حتى يميزون من الحق من الباطل اللغط الذي يوصل الكلام للأخوة والرياضيين بين الحكومة قصر بين الحكومة تحرم الرياضة ومعادات والشكوى الدولية التي تقدمت على الحكومة العراقية نحن اليوم هدفنا هي ليس هدف شخصا إنما هدفنا تطوير الرياضة العراقية رفع من الرياضة العراقية رفع من اللاعب العراقي وانت شفت كلامي معه وزير الشباب شفت النقاش اللي صار كل النقاش الحمد لله بناء إيجابي كل اللي طرحوا طرحوا يعني حقيقة نحن ما عندنا قلنا خلافها شخصية كل اللي يقدمها وطروحاتهم طروحات جيدة وقيمة وتخدم المصلحة العامة العملية كلها برمتها من حدثة تقريبا من الشهر الثالث أو قبلها وإلى الآن يعني صار إرباك كبير يعني كانت الأمور في اللجنة العلمبية بعيدا عن الأشخاص وتجاوزات أو غيرها وما للدولة لكن الاتحادات كانت تأخذ الأمور هاي بنسيابية حتى لو تأخروا بعمل نشاط معين خارجي أو داخلي فهم في النهاية يأخذون مخصصاتهم ومعهم الآن العملية مؤقدة يعني أنت الآن لحد الآن بالشهر السابع أو نهاية الشهر السابع والبعض ما مناقش أبدا لا منهاجة ولا ميزانيتة ولا غيرها والناقش ميزانيتة وتروح لللجنة الخماسية إلى الآن ماكو أي خبر وأي أموال الاجتماع بعث برسالة واضحة أن الحكومة والوزارة لا تريد أن تنتقم أو ترفع سيف الاقتصاص بقدر ما أنها وجدت أن الأموال الطائلة التي تصرف لا بد أن تنتج إنجازا وإن لم يكن فتعشقا مع المجتمع كي تؤدي الرياضة رسالتها السامية ترجمة نانسي قنقر